الموضوع قداسة الله هذا الموضوع يمكن بنتكلم عنه من نواحي متعددة وكتير حتى من الأديان بيقولوا الله قدوس لكن ما هو مفهوم القداسة ايه هو تعريف القداسة من الفكر الكتابة في الكتاب المقدس دكتور فريد مما أعلنوا الله عن ذاته ومما ردده من عرف الله في الكتاب المقدس نفهم أن الله قدوس تعني الله متفرد في صفاته فمتفرد في الطهارة المطلقة ومتفرد في الكمال المطلق ومتفرد في الجمال اي انسجام كل صفاته معا هذه الكلمة نجدها في عدة اماكن في كتاب المقدس فاول مرة نقرأ عن ان الله قدوس في ترنيمة موسى بعد ان اخرج بني اسرائيل من ارض مصر لما رنموا لله وقالوا له من مثلك معتزا في القداسة مخوفا او مبجلا وموقرا بالتزبيح ثم نقرأ ايضا عن حنة ام سمويل عندما صلت ورنمت انها قالت ليس قدوس مثل الرب ثم نقرأ في مزمور تسعة وتسعين هذه الكلمة الجميلة عندما تقول ايضا عن الرب قدوس هو في العهد الجديد المطوبة مريم ام يسوع وهي ترنم ترنمتها الشهيرة قالت عن الله الذي احسن اليها واسمه قدوس وكأنها اعطت ما اسمه اسمه قدوس فكلمة القداسة تعني تفرده هو مختلف عن كل الكائنات الاخرى هو مختلف عن ملائكة وهو مختلف عن البشر ترجمة نانسي قنقر